اطراف الصراع شرقي المتوسط يهارولون صوب التصعيد وكل جانب يسعى لاقصى دراجات العسكرة تركيا لم تكترث بتهديدات الاتحاد الاوروبي بوضعها تحت نير العقوبات ومضت في مناوراتها البحرية بالضاقيرة الحية قبال تسواح القبرص في ظل هذا التأجيج دخلت الولايات المتحدة على خط الازمة ووقعت واشنطن ونيقوسية مذكرة تفاهم في مجال الامن والدفاع بشأن اقامة منشآت امنية وعسكرية في مدينة لارنك الساحلية وطالب البلدان تركيا بوقف اعمالها العدوانية والاستفزازية وعرب وزير الخارجية الامريكي عن قلق بلاده من تحركة انقارا نشعر بقلق عميق ازاء عمليات تركيا المستمرة في المناطق التي تؤكد اليونان وقبرص سلطتها عليها شرقي المتوسط ان تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد احدا سوى الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الاطلسي في ظل الاحتقان المتوسطي المتصاعد اعلنت اليونان انها ستعزز قواتها الدفاعية عبر شراء مقاتلات فرنسية من طراز رفال وفرقاطات جديدة واضافت انها سوف تستعين بنحو 15 الفا من افراد الجيش خلال السنوات الخمس المقبلة انا الاوال لتعزيز قواتنا المسلحة من اجل ضمان امن بلادنا علينا ان نتخذ قرارات مهمة لتعزيز قوة وفعلية الجيش اليوناني فسوف نشتري اسطولا يتكون من 18 مقاتلة من طراز رفال واربع فرقاطات اخرى الرئيس التركي في احدث اطلالات الهجومي حذر نظيره الفرنسي مما سمه بالعبث مع تركيا وتوعدوا بالمزيد من المشاكل معه شخصيا في ظل تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي دعك من الانشغال بتركيا وشعبها سيد ماكرون ستواجه المزيد من المشاكل معي شخصيا على صعيد الموازن دارت حوارات في الاروقات الامريكية تخص قاعدة انجرليك التركية حيث نقل موقع صحفة واشنطن اكزامينار عن رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لاوروبا في مجلس الشيوخ الامريكي سيناتروليت ويستانسون رون جونسون بانه طالب بدراسة الوضع المستقبلي لقاعدة انجرليك بسبب السياسات الخارجية المقلقة لاردوغان ولفت الى ان مسؤولين امريكيين ينظرون الى اليونان كبديل وهو تدبير انحدث من الممكن ان ينذر بطلاق استراتيجي بين التركيا والنيتو